السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في هذه الندوة الدورية كل يوم جمعة بهالتوقيت من ندوات مركز الحوار التي نقيمها على شبكة الانترنت على زوم الآن يتجاوب فيها ويتواصل فيها ويتحاور فيها مجموعة ممتازة من الأخوات من أدت بلدان عربية ومن أوروبا ومن الولايات المتحدة كالعادي دائما فأهلا بكم جميعا في هذه الندوة موضوعنا طبعا اليوم كما تعرفوا عن مناسبتين بالحقيقة تبرون مش مجرد فقط ذكريات جماعهم القدر يوم 28 ستمبر اللي هنه انفصال الجمهورية العربية المتحدة عام 61 وأيضا وفه جمال عبد الناصر عام 70 الموضوع لا يرتبط فقط بذكريات أو المناسبتين وتأسف على الحدثين ولكن فيهم مغازي ومعاني كثيرة كما تعرفوا شهر أيلول ستمبر مليء للأسف بالتاريخ العربي الحديث بأحداث أليمي ومناسبات عديدة ربما بذكرها العرب كل عام بمحاولة بقدر الإمكان لأخذ هذه الدروس والأبر منهم وأنا بأتي يعني أنه أهم حدثين فعلا يعني حدثين جرى في الفترة الماضية من العصر العربي الحديث بأعتبرون هنه 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 انفصال سوريا عن مصر عام 61 وفاة عبد الناصر وعملها الشيء لأنه باعتقادي يعني أنه انفصال الجمهورية المتحدة بعدين وفاة ناصر بـ 28 ستمبر 70 أنه لو لها الحدثين لما ربما حدث في المنطقة العربية مشاهد نقد الحدث فيما بعد من أمور عديدة من هزيمة 67 من أحداث أيلول التي حدثت عام سبعين وأدت إلى اجتماعات طرأة في فترة عبد الناصر انتهت بوفاته هذه الفترة في ستمبر 70 إلى ما شاهدناه طبعا من تطورات ودايات خطيرة على المنطقة العربية إن كان في مصر كان ديفيد أو ما بعد الحديث عن هالمناسبتين بعتبروا حديث مفيد لكل واقع العال لواقع الحال العربي الراهن وأيضا لما هو مرتبط بأمال عنا كعرب في إعادة تجارب وحدوية بشكل أفضل مما حدثت عام 61 وأيضا إن يكون هناك غلاصات من تجربة ناصر التي هي مهمة ليست فقط في مصر ولكن لأموم المنطقة العربية أنا بسعدني أن يكون معنا بمعالجة ومناقجة هذا الموضوع سفير السابق الأستاذ عبد المنعم الشازلي وهو طبعا مقيم في القاهرة وكاتب أسبوع دوري في جيد الشروق وكان سفير لمصر في الإمارات في السودان في كوبا وله طبعا عدة كتابات تتعلق بأوضاع مصر وفي المنطقة العربية عموما كان يفترض أن يكون معنا بكتور علي فخرو أيضا مفكر القوم العربي والوزير البحراني السابق لكن أمس تعرض يعني لوعك الصحي اللي ردود بسبب تدريبات رياضية كان يقوم فيها وما أنه ما شاء الله هو في عمر السمانينات الحمد لله أنه بخير ما فيه كسور لكن فيه ردود أدت إلى أنه يتعالج بشكل سريع ويخلد للراحة ويأخذ أدوية فأعتذر عن المشارك اليوم فدعيت مشكورا جدا أنه لبت دعوة بشكل سريع الأستاذ معم بشور من لبنان ليتحدث بعد ما يتحدث سفير الشازلي ونسمع أيضا وجهة نظر مهمة جدا من إنسان قومي عربي ناشط في أكثر من مجال كان الأمير العام لمؤتمر العربي القومي ومازال ينشط في أدة مؤسسات عربي فدعوا جميعا إلى هذا وهو بعتبروا خلاصات مهمة من التجربتين تجربة الوحلي عام ٥٨ وتجربة أيضا عبد الناصر في مصر أهلا وسهلا بكم جميعا وبالأستاذ عبد المنعم اجتاز لي والأستاذ معاني عبد أمال أستاذ عبد المنعم وبعدين نسمع من الأستاذ معاني فضل لي أستاذ عبد المنعم شكرا يا أخي العزيز الحقيقة أنا بأشارك في هذه الندوة بمشاعر يمتزك فيها الحزن بالسعادة الحزن لأننا بنحي ذكرى مناسبتين حزينتين انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة ووفاة الزعيم جمال عبد الناصر ده مبعث الحزن أما مبعث السعادة ان احنا بنلتقي في ندوة بتعمل على تاريخ الحدث والخروج منه بعبر ودروس حتى نستطيع أن نقوم المسيرة أنا في معظم كتاباتي بأدعو إلى الإفراج عن الوسائق والمستندات التي من خلالها نستطيع أن نؤرخ ونخرج بدروس نحن غنينا للوحدة كثير الأنشيد والقصائد والأغاني ولكن للأسف الدراسات الجادة محدودة جدا وبالتالي لم نخرج بدروس الوحدة مما لا شك فيها أمل موجود في قلوب نسبة كبيرة جدا من العرب ولكي تتحقق يجب أن تقوم على أسس سليمة شعوري بالحزن العميق على عدم استمرار تجربة الجمهورية العربية المتحدة لأنه كانت هذه أول انتكاسة للتطبيق العملي للوحدة الوحدة كانت دراسات من أيام ساطع الحسري وحزب البعث من أطلق أمة عربية واحدة ذات رسالة سامية والقومين العرب والناصرية وعندما تحققت شعرنا جميعا أن أمل كبير جدا تحقق وانتكاسة هذه التجربة الحقيقة أمر كان أنا في تقديري كارثي لأنه هو كرس الهجوم أولا على فكرة الوحدة من كاريه عبد الناصر ومن كاريه مصر ومن كاريه الوحدة إذا استاذ عبد المنعم العطع الصوت من عندك إذا ممكن جوع تفتح الميليفون ايوة لا انا عم نسمعك اذا ممكن تأيد من امتى كنت عم تتحدث عن عن فترة عبد الناصر تفتح تجربة الوحدي بسبب عندما اتى مجموعة من الضباط السوريين يستنجدوا بمصر من اجل حماية سوريا من الخطر واتوا بدون حتى اختار رئيس الجمهورية واختار قيادة الجيش معنى هذا ايه معنى هذا شعور كامل بان اذا سوريا تعرضت للخطر فان الامان موجود عند مصر وده الحقيقة شيء مهم جدا بعد هذا يعني حدثت الوحدة هل كانت تجربة كاملة بلا عور مؤكد ان كان فيها اخطاء ولكن انا بأشبه ما حدث بزوج وزوجة حرمهم الله من الانجاب وبعد فترة طويلة من الجهاد ومن العلاج انجابوا طفل فرحوا به جدا وفي يوم نظروا العينيه لجدوا من العينين فيه حواس فرحوا قتلين الطفل يعني كان ممكن علاج هذا العينيه السؤال الآخر هل سوريا الانفصال حقق لها خير ام جلب عليها شرور يعني الحركة التي قامت بالانفصال استمرت حوالي من من سبتمبر حتى مالس يعني ست شهور وبعد هذا تداع على سوريا عدد بالانقلابات بدرجة ان كان بيحدث في سوريا انقلاب كل 11 شهر وكان هناك من يتنظر يقول ان سوريا الضابط الذي اصحى قبل اقرانه يستولي على الحكم الكل دي شاهد برنامج استضاف قائد الانقلاب على الوحدة عبد الكريم النحلاوي استضاف احمد منصور وتحدث الحقيقة على اشياء للأسف لم يرد عليها احد يعني تحدث على مثلا التعالي المصريين على السوريين وسوق معاملة الضباط السوريين في مصر في حين انه يسرد ايضا ان طلبة الكلية الحربية اضربوا ودي يعني الكلية الحربية دي واحدة عسكرية ورغم كده لم يتعرضوا لاي عقب الضباط السوريين في كلية الاركان الحربية اضربوا ولم يعقب كتيبة المظلات السورية التي نشب شجار منها وبعض التجار في مصر الجديدة وكسروا محلات لم يتعرضوا لعقاب يعني لم يكن هناك يعني تنمر على الضباط السوريين او على المدنيين السوريين باي شكل من الاشكال كان هناك مؤكد كان هناك سوء تقدير لأسلوب الحكم وكان يمكن علاج هذا دون الانقلال ولكن للأسف لم يجد دعاة الانفصال بد من التمرد على الوحدة حكى أيضا النحلاوي على حالة الحالة في الجيش السوري قبل الوحدة اللي دعت هؤلاء الظباط إلى الاستنجاد ومصر انقسام بين البعسيين والاشتراكيين والشيوعين والقومين العرب وزوي التوجه الإسلامي إلى درجة إنه بيحكي عن وقع إن قائد كتيبة أخذ كتبته وهاجم كتيبة أخرى ده ده مش أنا اللي بقوله ولا مش ده ده النحلاوي اللي هو قاد الانقلاب بيحكيه فهذا يعني يظهر الحالة التي كانت عليها سوريا والحالة اللي كان عليها الجيش السوري التي دعت هؤلاء الضباط إلى الاستنجاد بالوحدة وبمصر الحقيقة الحقيقة برضو يعني بعض الناس بيقولوا إن الوحدة جاءت نتيجة لتفكير لحظي غير مضو لا الوحدة كان لها مقدمات يعني كثيرة قبل وصول الزباط إلى مصر كانت هناك زيارة لأنور السادات وكان وقتها أظن نائب رئيس مجلس الأمة في مصر واستضافوا مجلس الأمة السعودي السوري وطالبوا بتحقيق الوحدة الفورية ورفعوا على مصر داخل المجلس الأمة السوري وقبل هذا كان هناك اتفاق الدفاع القيادة المشتركة يعني احنا دايما في مصر بنتحدث عن الجيش التاني والجيش التالي وكثير من الشباب يتساءل طب فين الجيش الأول الجيش الأول كان هو الجيش اللي مرابط على الجابة السورية فنتيجة للاتفاق على القيادة المشتركة اللي تكونت بين مصر وسوريا قبل حتى اتمام الوحدة فكان هناك في أثناء العدوان السلسي على مصر الدور الذي قام به العمال السوريون في نس في خطوط الأنابيب البترول للتضامن للتضامن مع مصر يعني كل ده يوضح أن هناك الوحدة كامنة في القلوب وليست الوحدة بين مصر وسوريا فقط ولكن الوحدة بمفهومها العربي الشام ينقص تحقيق الوحدة الدراسة المتأنية والمؤسسية بحيث أن احنا نستطيع أن نحق الوحدة ونتجنب الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها ونبني الوحدة بشكل مؤسسي يستطيع أن يحافظ عليها ويستطيع أن يحميها من أعداء كثير للوحدة خارج الوطن العربي وللأسف أيضا دائما 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 شكرا لك وقف الصوت مرة تانية أستاذ عبد المنعم تسمعني أستاذ عبد المنعم عنده مشكلة بس شكرا أستاذ عبد المنعم أستاذ معنا أنت فاتح الميغرفون نعم نعم طيب خليني تابع معك كان أستاذ معنا الموضوع اللي بدأوا هلأ الآن أستاذ عد منعم خاصة بمجال الخلاصة الممكن يأخذ من حالتان يعني الوفاة ناصر وتجربة الوحدي والانفصال عام 61 فأترك الحديث لك وانتظار يجعر يفتح عنده لأنه مقفوا للميكريفون عنده الآن فضل يا أستاذ معنا بشور طبعا التنحية دك وللأخوات والإخوة الموجودين في هذا الاجتماع الأسبوعي الذي أعتقد أنه أحد المنابر التي تحتاجها الأمة للبحث في شؤونها وشجونها وأعتقد أن المناسبتين التي ينعقد النقاش حولهما في هذه الخلقة مناسبتان بالغتال أهمية فكما أن الانفصال كان بداية ردة ما ذننا نعيش تداعياتي حتى اليوم فإن رحيل القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر كان أيضا أعلان فراغ كبير كما قلت يومها في مقالة لي فراغا كبيرا على مستوى الأمة كلها نعيش اليوم تداعياتها أيضا على غير مستوى وأعتقد أن الكلمة الرائجة في الوطن العربي اليوم أمام كل حدث جلل يطيب الأمة هو يقول للمواطن العربي لو كان ناصر بيننا اليوم لما وصلنا إلى ما وصلنا إذنه لذلك أعتقد أن النظر إلى الماضي بالغة الأهمية ولكن هنا أحذر من أن الماضي يجب أن نتعامل معه كمدرسة وليس كسجن كمدرسة نستفيد من أخطائها من أجل تجاوزها وكماضي نقف أمام إيجابياته ونسعى إلى تعزيزها أما حين يتحول الماضي إلى شجن نجدد فيه صراعاتنا وخلافاتنا وتناقضاتنا وأحقادنا فأن الماضي يصبح حينها أمرا مسيئا لحاضر الأمة كما لمستقبله لا شك أن سعادة السفير العروبي الوحدوي كما اتضح من كلامه وكما يتضح من مقالاته الأسبوعية قد وضع الأصبع على الجرح حين دعا إلى دراسة هذه التجربة لنستفيد منها لأن الانفصال في حقيقته لم يكن مجرد مؤامرة لفصل سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة الانفصال كان أكثر من ذلك كان يريد أن يجعل من التجزئة حقا وحقيقة في آن معا بمعنى أن هذا الانفصال قد أكد استحالة الوحدة بين أقطار الأمة وها نحن اليوم نشهد محاولة أو إبرازة استحالة أخرى أنه حتى الأقطار مستحيد أن تحافظ على وحدتها فهذا المسلسل الذي بدأ بفصل الإقليم الشمالي عن الإقليم الجنوبي في الجمهورية العالمين المتحدة نراه اليوم يتحول إلى مسلسل يهدد وحدة الأقطار العربية وبالتالي أعتقد أن دروس تلك التجربة ومعالجتها أم بالغ الأهمية أبرز هذه الدروس هو أن ندرك أهمية الوحدة حين قامت الوحدة بين مصر وسوريا أدرك أعداء العربي وحتى بعض أصدقائهم بخطورة هذا المشروع الوحدوي على مشروع التوغل الأجنبي في بلادنا سواء كان من أعداء أو حتى من غير أعداء لذلك كان حجم تعم الذي تبنى الانفصال على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي كان حجما كبيرا لأن هؤلاء يدركون أن طريقة أمتنا للنضهضة طريقة أمتنا للتحرر طريقة أمتنا الاستقلال يمر بالضرورة عبر شكل من أشكال الوحدة وهنا لا أقدم شكلا محددا قد يكون الشكل تضامنا قد يكون تنسيقا قد يكون تعاونا قد يكون تشبيكا قد يكون فدرالية قد يكون فدرالية لكن بدون شك المهم هو أن تجتمع كلمة العرب وأن ينسق العرب فيما بينهم على كل المستويات سواء على مستوى الأمن القومي أو على مستوى التنمية الاقتصادية أو على مستوى النهضة الثقافية والفكرية والاجتماعية أنا هنا أعتقد أن هذا الدرس الأول الذي يجب أن نستخلطه هو ضرورة أن ندرس تلك التجربة كما ندرس محاولات الجارية من أجل تفتيت أقطارنا العربية لأن أعداءنا يدركون أنه ليس المطلوب فقط أن نمزق الأمة العربية وقد مزقوها بسايكس فيكو وما تلاه من سايكس فيكوات عديدة بحيث رأينا أقطارا ميكروسكوبية تقوم في بلاد عربية لكن هذا لم يعد كافيا لابد من تفتيت حتى هذه الأقطار الصغيرة أساسا وهذا أمر يحتاج إلى دراسة هنا تبرز أهمية التمييز بين نظرتين لمعارج كل مشاكلنا غالبا أنظمتنا وخصوصا الوطنية منها ترى في الحل الأمني وفي الحل الزجري والقمعي طريقة لمعالجة الأذمات الخارجية أنا من الذين يعتقدون أن الخل السياسي هو الذي يجب أن يعتمد في مواجهة أي خلاف داخل أقطارنا بين الفرق السياسية الأخرى هذا يقودني إلى الاعتقاد بأن الوحدة يجب أن تقوم على المستوى السعبي لكي تستطيع أن تقوم على المستوى الرسمي بمعنى أن هناك قوى سياسية متعددة لكن يجب أن نسعى من أجل أن تلتقي هذه القوى السياسية وبعضها من مشارب مختلفة مشارب عقائدية وإيديولوجية مختلفة أن تلتقي حول مشروع نهضوي عربي وحول بناء كتلة تاريخية تضم كل القوى المؤمنة بهذا المشروع النهضوي العربي الذي أعلن عنه مركز دراسات الوحدة العربية عام 2010 رحمه الله الدكتور خير الدين حسيب الذي لا ننسى فضله في هذه الأيام يوم أعلن هذا المركز بعد سنوات من الندوات والمناقشات التي اشترك فيها مثقفون ومفكرون وممارسون ومناضلون عرب من كل تيارات الأمة خرجنا بهذا المشروع يجب أن نلتقي حول أن نبدد كل الخلافات التي تقوم بين مكونات أمتنا العربية شواء كانت خلافات حزبية أو عقائدية أو عرقية أو طائفية أو مذهبية أو إلى آخره هناك مشروع يجمعنا ولكن ضمن هذا المشروع يجب أن يكون هناك احترام لخصوصيات كل جماعة وكل قطر من الأقطار من أجل أن تأتي الوحدة تتويجاً الوحدة القومية تتويجاً لوحدات وطنية لا بد منها بدون شك الخلاف بين القوى السياسية العربية وخصوصاً بين القوى القومية لعب دوراً كبيراً في الوصول إلى كارثة الانفصال وبعد رحيل رئيس عبد الناصر توسع هذا الخلاف وبات يشمل حتى خلافات داخل التيار نفسه داخل الحزب نفسه داخل المجموعة نفسه فرأينا تنظيمات ناصرية ترفض اللقاء مع بعضها البعض ورأينا تنظيمات بعشية وصل الأمر فيها أنها حكمت بلدين ولم تجري محاولة جدية من أجل إقامة وحدة بين هذين البلدين هذا التناقض بين القوى القومية وداخل القوى القومية أيضاً من العوامل التي أسهمت في الانفصال ثم في التفتيت ما بعد الانفصال هذه مجموعة ملاحظة أشعر أننا نحتاج في هذه الأيام وأنهي كلمتي بما بدأ به الأستاذ الكبير سعادة السفير الأستاذ عبدالنعم الشاردي بأنه حزين وفرح في آن المعن حزين في ظل مناسبتين ألمتين على تاب الأمة العربية الانفصال ورحيل جمال عبدالناصر ولكنه فرح أو ولكنني أنا فرح بأن هاتين هاتين المناسبتين لم تمر سنة واحدة دون أن تجد من يحي هاتين المناسبتين ويسعر استخلاص الدروس منها على المستوى العربي أنا مثلاً بالأمس كان هناك في مصر ندوى أقامها الحزب الناصري خول هاتين المناسبتين في لبنان كنت بالأمس في حديث عن الوحدة في مدينة طرابلس في هذا الإطار بمعنى أن هاتين المناسبتين لا تفوتان شعبنا العربي رغم مرور كل هذه السنوات على رحيل عبدالناصر 53 سنة و من الواحد وستين الانفصال ما زالت هاتين المناسبتين تحركاني شيئاً في وجداني الأمة وتدعواني إلى تجاوز الانفصال تجاوز التفتيت تجاوز التمزق الذي لم يكتفي بتمزيق الأقطار أو بتمزيق الأمة إلى أقطار بل بتمزيق الأقطار إلى دولات وتمزيق الجماعات نفسها إلى شراظمة وتكتلات وتيارات في ذكرى عبدالناصر في ذكرى الانفصال كلمة واحدة فلنسعى إلى وحدة الأمة بأي شكل من الأشكال لمواجهة التحديات على وننذرك جميعاً أنه بدون الوحدة الوحدة على المستوى الشعبي والوحدة على المستوى رسمي لا يمكن لأمتنا أن تواجه ما تواجه من التحديد شكراً لشماعكم وأتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم بارك الله فيك أستاذ معاني وشكراً جزيلاً لك وطبعاً للسيد السفير أستاذ عبدالمنعم الشازلي ما سمعنا كان مهم خاصة يعني الخلاصات والدروس اللي ممكن استفادي منها من هزين الحدثين بمعانيهم المختلفة يعني إن كان فيه النقطة اللي ركز الآن وخرنا أستاذ معاني أن أهمية توجيه هذه الخلفات خاصة بين هذه القوى التي تؤمن وتعتقد بالوحدة العربية وترى مستقبل الأم مبني على هذا الأمر وليس على ما هو حدث من انقسامات من انفصال وليس فقط يعني انفصال وطن عن وطن ولكن تقسيم الأوطان نفسها يعني هذه فعلاً نقاط مهمة شراء الأستاذ معاني الآن أعتقد مهمة التوقف عندها عن الصراعات المؤمنة أو الداعية كانت لي خط الوحدة أو لتجربة الوحدة بين العرب كيف أن كان تشرزما مسؤول حتى عن هذه الحال التي توصلت إلى الأمة فيما بعد هذا يذكرني دائماً بمقولة المفكر الجزائري عبد المالك بن نبي يعني الذي يتحدث عن شيء مرقابلي للاستعمار أنا في تقديري يعني فعلاً نقاط مهمة سمانية أستاذ عبد النعم والأستاذ معان حول أيضاً ما هو سلبيات الداخل التي بدونها كما يمكن للخارج أن يوظف هذه السلبيات لصالح مشاريع تستهدف ليس فقط وحدة الأمة ولكن الأوطان نفسها وهذا الذي عشنا ونعيش في هذه الفترة الماضية من محاولة تقسيم الأوطان طبعاً مجال المناقش مفتوح هذا المناقش عامي حول ما هو موضوع الندوة اليوم أترك لمن يرغب الحديث أو التعليق أو السؤال أن يتحدث الآن سيبدأ طبعاً مع من هو طالب رفع اليد الأستاذ يونس من إستراليا تفضل يا أستاذ يونس افتح الميكريفون عندك وبعدين نسمع من الأستاذ آسيا عطروس من تونس وبعدين من دكتور جمال بروتي من تكساس شكراً شكراً ساذ صبحي وشكراً للدكتور عبد المنعم الشاذري والأخ والأستاذ منعم ما تفضلوا فيه حول هذا الموضوع المهم جداً حقيقاً لكل الشعوب العربية ما رح طول أنا عندي سؤالين كانوا حقيقة حول ما حدث في سوريا كان هناك الوضع الداخلي كان مؤلم جداً بوجود عبد الحميد السراج ما وما توصلت سوريا إلى نظام قمعي أدى إلى كثير من المشاكل في داخل سوريا لا أعلم تماماً كم هذا الموضوع أدى إلى ما بعد البعث أيضاً إلى أن أتى حافظ أسد واستلم السلطة من 1970 واستمر قضية القمع من هذاك التاريخ هذا واحد اثنين بالنسبة للوحدة يا زملائي أنا برأي حتى نتجاوز كل الأخطاء التي مرت بها الوحدة عملياً إن كانت فارجية أو داخلية علينا أن نفهم طبيعة الأنظم السياسية أن ننظر إلى التاريخ كيف ممكن لدولة على الدول العربية أكثر من 400 مليون قد تستطيع أن تعمل وحدة أنا برأيي إذا كان هناك لابد من الجدية في هذا الموضوع أن يتم العمل على شغلة اتحادات كونفدرغاليات كما في ألمانيا كما في الاتحاد الأوروبي لأن الأنظمة الموجودة في الدول العربية المختلفة والبعيدة جداً عن مبدأ المواطني والحقوق والقضاء العادل هو لا يسمح بوجود وحدة عربية يقتب لها الاستمرار لذلك إذا كنا نطلب ونحتاج ومطلب ضروري جداً للدول العربية أن تتحد عليها أن تتفق على نظام سياسي معين ومن خلال فيدرالية بشكل ما وحرية كل دولة أيضاً ضمن نظام سياسي معين ولكن على أساس مبدأ الدولة الوطنية الديمقراطية إلى آخر وشكراً للزملاء وحقيقاً هي ذكرى مؤلمة وذكرى سعيدة جداً أن نتكلم عن الوحدة العربية ولكن بشكل بشكل واقعي حتى نتمكن للوصول إلى فعلاً إلى حد ما وحدة عربية وشكراً لكم شكراً لك يا دكتور يونس دكتور يونس من مواليد سوريا لكنه مقيم في أستراليا شكراً لك وأشهر إلى مسئلتين مهمتين جداً يعني الأولى لها علاقة عن علاقة الوحدة بالديمقراطية وهذا أمر الآن يتم طبعاً التركيز عليه لأنه مدرك هذا الأمر وهذه الحاجة إلى الربط بين الممارسة الديمقراطية والأنظمة الديمقراطية وبين أيضاً الوحدة والنقطة التانية طبعاً حول مسئلة الوحدة الاندماجية وأعتقد هذا اللي وصله كخلاصة نفسه عبد الناصر بعد تجربة الانفصال بيرفضوا على ما أذكر الوحدة الفورية مع ليبيا ومع السودان ودعا أنا ذاك إلى ما هو يسمي خطوات اندماجية مرحلية وليس فورية كما حدث في الوحدة لكن سمعنا نستطعنا أنه والجهاز لكيف أساساً حصلت هذه الوحدة وهذا سأترك كله لأستاذ معنا اللي جيبي على النقطة التي أثار الدكتور يونس من الأخوة والأخوات المشاركين أستاذ آسيا عطروس صحفي بتوني صد لي أستاذ آسيا شكراً يعني أكيد الحديث عن الوحدة العربية فيه كثير من المرارة أنا سأبدأ من نقطة مهمة كمتابعة الأقل لندوات إعلامية كبيرة تحقدوا في دول الخليجية ويتصرفوا عليها يعني تقريباً أموال طائلة يعني ولكن عندما نتابع فهو هذه الندوات نجدها تركز على الأنستراجامات أو المؤثرين في عالم المواقع الاجتماعية وعلى الخسومات بين هذه الأشخاص وفي مواضيع يعني الحقيقة تصرف فيها أموال طائلة ولكن لا علاقة لها لا بالإعلام لا بالواقع المرتبط بالوطن العربي ولا بالشبل القضايا العربية ولا غير ذلك أردت الانتلاق من هذه النقطة فقط لأركز كما نحن يعني بعيدين فيما يتعلق بسلاح الإعلام عن التعاتي مع القضايا المصرية التي يفترض أن يعني نعطيها أكثر أهمية وقيمة بالعودة إلى قضية الحال والوحدة العربية المهدورة أو المشروع المجهض بين سوريا ومصر أحنا أعتقد أننا نتعامل بكثير من العاطفة مع قضايا مصرية بحجم كبير والكلمة مهمة قالها الأستاذ معنى أنه لا يمكن أن نبقى يعني أن نتعامل مع التاريخ يجب أن نتعامل مع التاريخ كمدرسة وليس كسجن وهذا مهم ومهم جدا أن نعيد قراءة الأحداث بطريقة علمية نقدية وهنا أشير إلى الأستاذ الراحل الدكتور هشام جعيد وقدرت على قراءة الأحداث التاريخية والاستفادة منها طبعا نعرف قيمة القامات من أمثال عبد الناصر الله يرحمه وقيادات وزعمات خلت بصمات كبيرة في الله في التاريخ الحديث ومنها برقيبة ولكن أيضا كأننا نخجل أو نهرب أو لا نريد أن نواجه الأخطاء أن نقول كان هناك حسابات خاطقة كان هناك يعني لم يكن هناك بعد نظر لم يكن هناك قدرة على استشراف المخاطر لم نكن قادرين على الموازنة بين هذه تدعيات أو تأثيرات هذه الوحدة هل كانت ستنجح هل كانت ستفشل ما تدعيات على المنطقة على البلدين على غير وحتى اليوم ما زلنا يعني نرفض نجعله من القيادات وزعمات الشيء مقدسة لنريد يعني أن نعترف بأن هناك وقعت أخطاء وأخطاء كارثية وأننا اليوم يعني نتعاطى مع مشهد نرى ما يحدث يعني على سبيل الذكر نرى أن اليمن بين يمن شمالي ويمن جنوبي السودان سودان شمالي مسلم وسودان جنوبي مسيحي وربما نسمع لا قريبا عن سودان شام ثالث أيضا لا نعرف ليبيا نفس الشيء يعني هذه التجارب التي مضت لا نعرف كيف نتعاطى مع هذه الأحداث وكيف نستشرف هذا المستقبل والحال أننا مقارنة بكل الشركات والاتحادات الحاصلة أوروبيا أو غيره يعني تقريبا كل العناصر متوفرة بين الدول العربية على الأقل جغرافيا في منطقة تمال إفريقيا الخليج الشرق الأوسط من ناحية اللغة من ناحية الدين من ناحية المعتقد من ناحية الثقافة من ناحية كل المشتركات هي متوفرة ولكن للأسف يعني هي أبدا ما تكون عن الوحدة بخلاف مثلا الاتحاد الأوروبي يعني كل دولة عندها جذورها ووصولها التاريخية وانتماءاتها ولغتها يعني فرنسوية وألمانية وإسبانية وإيطالية وغيره يعني ومع ذلك يعني توصلوا إلى وحدة وحدة العملة وحدة القرارات السياسية الخارجية وغيرها يعني أحنا فينا عنا أزمة في قراءة الأحداث تعالتي مع المستقبل في أننا نتعامل مع الأحداث بمنطق قراءة الأحداث قراءة علمية التجربة بسيطة وربما قد تبدو مضحكة هي الوحدة التنسية الليبية التي استمرت 24 ساعة وتم وقت توقيعها على ورقة من فندق في جربا يعني كانت يعني نحظة يعني أنه بين زعين برقيبة وقذا برقيبة في آخر أيام حياتي وكان يتطلع أن يكون هو الزعيم الأكبر وأن ذا في القائد العسكري الشاب الطامح لأنه سيكون يعني بعد ذلك هو المتحكم في كل ونعرف كيف انتهت هذه التجربة التي لم تدر 24 ساعة يعني فينا أحنا مشكلة بينما تريده النخم وبينما تقوم به الأنظمة السياسية القائمة هناك يعني وقعنا يعني يحتاج إلى تقييم جذري وإلى إعادة قراءة الأحداث وإلى استشراف المستقبل لأن أبعد ما نكون عن ذلك لا أعرف يعني ربما قلت باشا أفكار ولكن أذكر جيد صديقنا الراحل العزيز يعني كلوفيس مقصود اللي كان يركج بصفة خاصة يعني كثير على تنمية المجتمعات وأهمية النهوض بالمجتمعات وتعليمها وأنه محاربة الفقر والتخلف وغيره لبناء مجتمعات قادرة أنها تتوحد وأنها تغير العقليات وأنها تكون تتطلع إلى الأفضل أو أكتذر منكم على الإطالة يعني هذه هي بعض الأفكار شكرا لك أستاذة آسيعة روس من تونس وعطيتي أنت المسألة الأوروبي وضيف عليه حروب دامي بالملايين ضحاياها كانت في القرن العشر ومزالي قاقام وتجرب وهدي أو الاتحاد الأوروبي فهذا رأي مثال مهم طبعا أرجو مما يريد سؤال أو تعليق يستخدم صورة الكف الموجودة على أسفل الصفحة على زوم ما أعرف إذا كنتم عم تشوفوا عندكم على الصفحة عن دكتور جمال برغوتي من تكساس وبعدين أستاذ نومان أبو إيسا من وليد أيوة فضل أستاذ جمال افتح إذا ممكن مغرفون عندك شكرا وتحياتي للجميع وتحياتي وشكري للحوار مركز الحوار والأخصبحي على هذا المنبر الحر الذي يستحق الدعم والاحترام لم نفقد فقط جمال عبد الناصر ولم نفقد الوحدة بين مصر والسورية الآن فقدنا حتى أضعف الإيمان فما كان يسمى المجموعة العربية في الجمعية العامة أصبحت أيدي سبب وفي منها من يصوت مع ناتنياهو فالذين كانوا وراء انهيار عبد الناصر والانفصال ووأد أول مولود للحلم العربي هم نفسه لم تتغير إلا الوجوء لكن المفارقة اللي بدي أحكي فيها بين الأحداث الجسيمة وما ترتب عليها من نهيار النظام كله بكل إنجازاته وكل شعبيته يتلاشى تقريبا تماما حتى من الذاكرة كأنه عابر سبيل الملايين التي خرجت تطالب المرحوم جمال عبد الناصر بالتراجع عن الاستقالي والملايين خرجت في جناسته وكان المنطق يقضي أن هذه الجماهير تحمل مكتسبات مكتسبات الثورة بالروح والدم كذلك حدث مع القذافي والملايين اللي كانوا حواليه وصدام حسين رغم الفارق لكن حدث نفس الشيء الاتحاد السوفيتي الذي رفع الملايين من الأقنان وعمال الأرض والتأخر إلى دول نووي عظمى تباري الدول التي لم تمر بواحد في المية مما مرت به شعوب الاتحاد السوفيتي وأصبح أثرا بعد عين يلوح كباكل واشن في ظاهر اليد لماذا لماذا كل هذا الدمار الحال الوحيد الشاذي التي أذكرها هي حالة الثورة المحمدية التي لم تتوقف بعد وفاته بل زادت عنفوان بعد غيابه الشخصي رغم محاولات الرد ثاني يوم من وفاته وغيرها من الرد مسألة تحتاج لبحث وتفسير كما قال الأخ الشاذي التي بداية كلمته اليوم يجب دراستها لانتكاسات والاعتبار منها غير التفسير الديني المحب فأتباع محمد كانوا رجالا ونساء ولم يكونوا أنبياء ربما الفارض إنهم ما كانش عندهم فيسبوك ولا جوجل شكرا شكرا لك دكتور جمال برغودي من تكساس مع الأخص أيضا بعين الاعتبار لدكتور جمال أن المثال اللي أعطيته عن الحالة الإسلامية هي أيضا للأسف لحقه أيضا صراعات وخلافات دامي وأيضا حكوم حكومات وحكم على أساس عائلي وليس على أساس الشورى التي كانت تقائمي في فلترة الخلافة الراشدين عقلا حترك فيما بعد السفير الأستاذ الشازلي والأستاذ معان بشور من بيروت التعليق على اللي يسمعون الآن أستاذ نعمان أبو عيسى من أيوات فضل أستاذ نعمان شكرا شكرا لمركز الحوار والحاضرين أنا برأي أنه مشكلة الانفصال أكبر من هيك يعني يوجد هناك قوى عظمى في العالم لا تريد لوحدة الأمة العربية ونحن العرب لازم أن نعلم جيدا هذه الدول التي تعمل جاهدا يوما بعد يوم لعدم استقلال أي دولة عربية ولي استنزاف ثرواتها كما نرى الآن فإن أي دولة عربية أنا ولد في عام أخذية 61 وكان معظم رفاقي كانوا اسماؤهم جمال وناصر في سوريا فإن العالم كانت شبه يعني مرتاحة جدا للوحدة ومبسوطة بجمال عبد الناصر وهذه الأسماء دليل على ذلك وفي سوريا كانت قادرة على صنع أدوية كافية للأمة العربية كاملة لو يعني لو يوجد هناك جو مناسب ولكن أسعار الأدوية على سبيل المثال هي 10 أضعاف أو 20 ضعف أو أكثر من الغرب مما كان مصنع داخليا فإن الوحدة العربية الآن هي حاجة اقتصادية هي حاجة حاجة تكامل بين الدول العربية يعني يوجد هناك كافية من الخيرات البشرية والمادية في الوطن العربي للعيش بحرية وبيسرها في كل أنحاء الوطن العربي ولكن قصدوا أن نكون مقسمين وليس في الدول العربية مقسمين أيضا العرب في أمريكا مقسمين فنحن هنا بحدود خمس أو ست ملايين نسمة في أمريكا وليس لنا الدور الذي له الدور الصغيوني في أمريكا فإن علينا أن نكون موحدين ونكون واعيين لما يخطط لنا يوميا وأنه جاء بهذا التخطيط بشكل يومي أيضا وشكرا لكم شكرا لك أستاذ نامان أبو عيسى من وليد أيوة لا أعتقد بعد عندي نعم دكتور عماد جابري من بيروت فضل دكتور عماد أهلا فيك افتح الميكروفون عندك مساء خير مساء الخير أهلا شكرا للحضور والمصادرين الحقيقة أنه الموضوع المناسبتين الانفصال ورحيل قائد المعلم جمال عبد الناصر ما يربط هتين المناسبتين هو يعني استهداف مشروع الوحدة العربية نظرا لأهميته كما قال السيد زمان بشور فطبعا الانفصال كان مخطط لإله ورحيل ووفاة جمال عبد الناصر كونه رمز لهذا المشروع أنا ذاكي هلا السؤال اللي بترحاله أنه أثناء وجود عبد الناصر وبعد غيابه بما في محلة الوحدة والانفصال هل كان يعني ينقارن بين هذه المرحلة وبين وضعنا الحال الآن هل كان مثلا في وجود عبد الناصر هل كان أحد يجرؤ على طرح مشاريع التقسيم مشاريع التطبيع أن يطرح المشاريع الطائفية والمذهبية وهو الذي قال أن إسرائيل تميز بين المسلم والمسيحي في لبنان بين الكنيسة والجمع إلى أخير وكان يشدد على شرط الوحدة الوطنية كمقدمة للوحدة العربية لذلك طبعا يعني هلأ في عدة اجتهادات بموضوع الوحدة العربية وسبيل وطريق الوصول إليها ومنها تكامل الوطنيات أو الشكل الكونفيدرالي يعني الحفاظ على الدولة الوطنية مع تكامل الوطنيات بمعنى تخصص كل دولة في قطرة في إنتاج من الناحية الاتصادية وخطة الدفاعية الشيء الثاني يعني حتى الآن نحن منلاقي الشعب العربي بس كان عبيعمل تظاهرات لأنه كان عبيسألوا ليش يعني المقارن ليش الملايين بعد زهاب عبد الناصر طبعا هاي بدأ دراسي منها الرياب التنظيم الطليعي والتسلل القوى المعادي داخل الحكم وانحراف السادات إلى ما منالك لكن والتشازم القوى القومية نعم هيدا الشيء كمان من الأسباب لكن خلينا نشوف أهمية رياب وجود عبد الناصر بنظر الأعداء لأن الوحدي ما كان أسر بس لأنك قوة عربية كان أسر أيضا سلبة على الآخرين وعلى المطامعين في الدول العربية وفي سرواتها وفي مستقبلها مثلا نيكسون قال إنه يحكم العالم بعد ما ظهر وظهروا ثلاث ترباع العديم بالجمعية العامة للأمم المتحدة وعند وفاته قال لا نريد عبد الناصر آخر بعد اليوم ردت هالكلام كلينتون هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وتأثير عبد الناصر ما كان محصوب بس بالمنطقة العربية وصل الأمريكا اللاتينية مع ريجو تشافيز وصل لأفريقيا يعني بعد رحيله حتى ما زال تأثيره وحتى الآن الشعوب العربية يعني بس كانت بلشت بعض مظاهرات كانت معتقدة بالربيع العربي في الدول العربية رفعوا صوره أحيانا فعبد الناصر ما غاب كان مشهور عبد الناصر هو مشهور ما زال يحتاج إلى يعني هو صالح الآن ليرد على التحديات الحالية وهو اللي بيحدد يعني أسس مكومات النهوض العربي الآن وشكرا شكرا لك دكتور عمد جابري من بيروت أعود لسيد السفير أستاذ عبد المنعم الشاز اللي بالقاهرة والأستاذ معم بشور أستاذ عبد المنعم اتفضل أهلا شو أنا يا أعطال يا أعطال على اللي سمعت يا أعطال أعلق على ما جاء بأقوال الدكتور يونس من أستراليا تحدث عن موضوعين الحقيقة مهمين جدا القمع ودي الحقيقة آفة يعني أصابت الأمة العربية إصابة جسيمة يعني إن إحنا نحقق الأمن عن طريق القمع لا عن طريق التوعية والسياسة دي آفة يجب أن يعني نتخلص منها وجزء من التخلص من القمع هو التخلص من عقدة نسبة التسعين في المية التي يصر تسير من القادة على أن يحققوها في الانتخابات وتجاوزها صدام حسين بأنه وصل بالأمر إلى مية في المية عملية العدم موجود آآ أطر أخرى للفكر ده هو ده بيؤدي إلى القمع والقمع مظهر من مظاهر عدم موجود أطر أخرى للفكر بالإصرار على نسب التسعين في المية وتحدث أيضا عن شكل الوحد يعني أنا النهاردة يعني أظن من العبس أننا النهاردة نتحدث عن وحدة دولة وحدة بعلم واحد رئيس واحد إنما أن نحقق التضامن العربي بأشكاله المختلفة الاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية ده شيء مهم وده الخطوة الأولى اللي هي مشي فيها الاتحاد الأوروبي ويجب أن تكون يعني أنا راح نتصبه أعلاني الأستاذة أسيا من تونس العزيزة تحدثت عن أمرين دور الإعلام وأعتقد أن جزء مهم جدا من التجربة جمال عبد الناصر والتجربة الوحدوية اللي جنادة بيها كان دور الإعلام صوت العرب والإزاعة المصرية اللي استهدفتها العدوان السلاء السلاسي مئسكتها أثناء الحرب وقصطت الإزاعة المصرية لإدراكها بدورها في تعبئة وتوعية الجمهير وأيضا تحدثت على تنمية المجتمعات أظن نقلا عن المرحوم توريس مقصور وأعتقد أن ده شيء مهم جدا لأن البنات القوية تصنع بناء قوي فلو نمينا المجتمعات علميا وثقافيا واجتماعيا بنؤدي أن احنا بنقيم مجتمع قوي قادر على البناء وقادر على المواجهة وقادر على التحدي وقادر على المنجس شكرا شكرا لك يا أستاذ بنعم الشازلي على وجودك معنا اليوم وأيضا على ما تفضلت فيه من خلاصات مهمة عن المناسبتين كما أنت أشارت الحزينتين وأيضا ما نجد فيهم فيهما يعني من دعوي إلى أخذ الدروس والعبار أستاذ معا بشور كلمة الختام عندك تفضل يعني حقيقة أنا ما عندي كلام ضيفه عما قاله سعاد السفير بالإجابة على ما طرح لكن أنا حقيقة عندي فكرة بتمنى نفكر فيها هل نحن اقتربنا من نهضة عربية من واحدة الكلمة العربية وأنا أستعمل واحدة الكلمة الآن بدون أحكي بالوحدة والاندماجية أو غيرها نحتاج نحتاج واحدة كلمة عربية يكون لنا موقف واحد في قضايانا السياسية والاقتصادية وكذا هل نحن أبتنا أقرب أم أصبحنا أبعد بدون شك علينا أن نتذكر أمرين في هذا المجال الأمر الأول أن جزءا كبيرا من تردي الواقع العربي يعود لتمدد القوى الاستعمارية الخارجية في المنطقة والعالم وفرض نفوذها على حكامنا وفرض إملاءاتها على حكامنا أنا أعتقد أن هذا الواقع في تراجع أنا لست من الذين يقولون أن أمريكا انهارت وأننا انتصرنا لا شك أن أمريكا تتراجع أو النفوذ الأمريكية تراجع ولكن لم يهزم بعد ونحن نتقدم في مقاومتنا لأعدائنا ولكن لم ننتصر بعد علينا أن ندرك في أي مرحلة نحن ولكن أنا أعتقد من قراءتنا لمساري الأحداث نجد أن التراجع في القوى المهيمنة سواء ما نراه داخل فلسطين المحتلة أو ما نراه على مستوى المنطقة حتى من النزعة الاستقلالية التي خرج بها بعض العرب عن التنفيذ المباشر لإماءة المركية يجب أن نتوقف عندها هذه كلها مؤشرات تشير إلى أننا يمكن أن نستفيد من هذا التحول الذي يرافقه تغييرات في موازين القوى على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي نستفيد منها في تحقيق جوانب تكاملية وحدوية ليس بين العرب وحدهم وإنما أيضا بين العرب ودول الإقليم وخصوصا الإسلامية منها ثم دول العالم لأننا يجب أن نتذكر دائما الدوائر التي تحدث عنها جمال عبد الناصر في فلسفة الثورة الدائرة العربية الدائرة الإسلامية والدائرة الإفريقية ربما علينا أن نضيف اليوم الدائرة العالمية وأن ننطلق من تعزيز الدائرة الوطنية النقطة الثانية التي أريد أن أشير إلى علاء بالقماء نحن في المؤتمر القومي العربي وفي التيار القومي الذي يقمل هذا المشروع وهو تيار مستقل عن الأنظمة ويعتقد أن أحد مبررات وجوده أن يكون مستقلا عن الأنظمة في هذا التيار نقرأ ما يحدث في بلادنا من أزمات ومن مشاكل بدءا من الانفصال حتى اليوم هو نتيجة عاملين عامل خارجي تنبغي مقاومته بكل السبل وعامل داخلي ينبغي معالجته أيضا بكل ما تيسر لنا من وسائل لا بل نعتقد أن الطريق الأفعل والأسلم لمقاومة العامل الخارجي الذي يمنع تقدمنا ويفتت باجتماعاتنا يكون في معالجة الوضع الداخلي معالجة الخلل في الوضع الداخلي دائما حين تبرز أزمة يبرز وقيا رأيك يقول بالحل الأمني بما فيه القمع وغيره ورأي يقول بالحل السياسي عبر الحوان نحن وجهة نظرنا بالحل السياسي وأعتقد أن في زيارة الأمان العامي للمؤتمر القوم العربي وبعض الإخوة الموجودين بيننا كانوا في تلك الزيارة يعرفون تماما أننا كنا مع دعمنا الكامل لسوريا في وجه الحصار وفي وجه الحرب وفي وجه العدوان كنا أيضا كنا مع سوريا من أجل انفراجات سياسية على تحت شعار أطلاقه أمين عامل مؤتمر في دمشق الأستاذ عبدالي صباحي بأننا كما نسعى لإعمار الخجر في سوريا يجب أن نسعى لإعمار البشر بمعنى إعمار العلاقات داخل المجتمع السوري على قواعد من الحرية والمشاركة والديمقراطية هذه في تقدير أمور إذا اهتمين فيها وركزنا عليها نصبح أقرب إلى الوحدة وأقرب إلى التقدم وأقرب إلى النهضة في مواجهة أعداء أمتنا شكرا جزيلا للأخوات والإخوة جميعا وشكرا للأستاذ صبحي وطبعا الشكر موصول للأستاذ الكبير سعادة السفير الذي يعني اعتششنا من كلامه أن النبض جمال عبد الناصر ما زال موجودا في مصر كما رأيناه في البطل محمد صلاح في عمليته البطولية ضد العدو الصهيوني شكرا لك أستاذ معن بشور ويعني نسجل لك جميعا ما تقوم به شخصيا على مدار أكثر من 30 سنة الآن من محاولة جمع ليس فقط قوى عروبية مع بعض البعض ولكن طيارات مختلفة في الأم العربية من أجل الوصول إلى مشروع عربي نهضة ومشترات يتجاوز كل هذه السلبيات التي جرى الحديث عنها اليوم منك ومن الأستاذ البناء الشازلي ومن آخرين لها علاقة في المسؤولية الداخل عن ما هو موجود فعلا من مؤامرات خارجية على هذه الأمة وعلى أعطانا وعلى شعوبها وأيضا شكر موصول لكل من يشارك في السلبيات أو التعليق أو لمن حضر هذه الندو ولمن سيشاهدها لاحقا على اليوتيوب إن شاء الله نحن إن شاء الله يوم الجمعة القادم في الشيء من الاستمرار الموضوع ندو اليوم بالحديث عن مناسبة حرب 20 أكتوبر عام 1773 بتكون الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 73 بيحول هذا الموضوع السؤال هو في عنوان ندو الجمعة القادم عن كيف ولماذا تحول النصر العسكري إلى هزيمة سياسية طبعا هذا أنا أعتبره استمرار لنقاشنا اليوم لأن الحديث عن حرب السبعة وستين ومأسات الماضي والآخري كله كان أمال كبيرة وضعت على 24 أكتوبر وجدنا فيه بعد يتحول الأمر إلى حالة تمر هزيمة سياسية طبعا خاصة في إطار المصري لما هو جرى من تكبيل وقيود على مصر في كام ديفيد والمعاهد مع إسرائيل والتي كانت بداية لما نشهد فيما بعد من معاهدات وتطبيع وغيره أكل هذا موضوع ندوتنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم مع الأمل أنه يكون الدكتور حسن نافعة وهو كاتب والأستاذ علوم سياسي في جماعة القاهرة أن يكون معنا لتقديم هذه المناقش العامي أيضا يوم الجمعة 13-21 الأول أكتوبر حيكون معنا الكاتب والأستاذ الجامعي السوري الدكتور عقيل محفوز للحديث حول ما هي أبعاد السياسة الخارجية التركية في هذه المرحلة خاصة طبعا بعد عادة انتخاب أردوغان خاصة أيضا تجاه سوريا وروسيا وحلف الناتو بشكل خاص فأمل أن تشاركوا في هتين ندوتين قادم هتين إن شاء الله في مطلع الشهر القادم مع التمنية لكم بالصحة والخير والعافي وتصبحون على خير من أنتم في المنطقة العربية إلى اللقاء إن شاء الله تصبحوا على خير على شكلا ترجمة نانسي قنقر